مرحبا أعطيكم العافية ومشتركين قناة GISHيو على اليوتيوب سنشرح بهذا الفيديو عن طريقة عمل ترميز الخريطة إلى رموز وأشكال وألوان ممكن من خلالها تعرض بعض البيانات من الاتريبيوت داتا على الاتريبيوت داتا الموجودة عندك وعشان نشرح هذا الفيديو نحن بحاجة مجموعة من الخرائط نبدأ الشغل عليها لاحظوا أن هناك خريطين خريطة الجامعات في الأردن على شكل point أو feature type تبعها point وخريطة الأردن التقسيمات الإدارية المستوى الأول وهي Jordan Map على شكل Polygon أو feature class تبعها Polygon هذول الخريطين سنشرح لديهم هذا اليوم عشان نوصل لعملية Symbology الآن سنشرح بعض الشغلات المهمة من Layers Properties بالبداية أول ما نضيف مجموعة من الخرائط على مرنامز ArcMap لازم ننتبه على الجزء في Table of Content ونضع لهم 2 Layers موجودين عندي لهم نفس المعارضات هنا فأي لير بضيفة أو أي لير بحذفها لازم أن نتبه على Table of Content بحيث أعرف شو التغيرات التي حصلت عندي بنفس الوقت أستطيع أن أغير أسماء ال Layers أو أغير أشكالهم أو أغير ألوانهم من ال Table of Content الآن نأتي إلى Jordan Map مثلاً نعمل كليك ياميين ونختار Properties عشان نشوف كل Layers Properties تبعت الجوردان ماب ونشوف شو ممكن نستفيد منها هاي ال Properties لاحظوا هناك مجموعة من Tabs الموجودة هنا أول واحدة فيهم Lead General تعطيك معلومات عامة عن الخريطة مثل Layer Name تقدر تحطون Description أو وصف لهاي ال Layers تقدر تحط كريدتس لهم الأشخاص العاملين على هاي ال Layers وهذه الأشياء المهمة في السيكشن تبعه General نروح على Source مثلاً السيكشن الثاني بعطيك Extend أو التلالة الجغرافية تبعها من ناحية أربع زوايا Top و Bottom و Right و Left بعطيك هنا Data Type إنه Shape File لاحظوا إنه هون Shape File لنوع الملف بعطيك ال Extension تبعه وين موجودة على الكمبيوتر عندك مثلاً على ال C أو على ال D أو أي مكان بعطيك Geometry Type نوع Shape File أكيد رح يكون بوليغون بمأنه خريطة الأردن بعطيك ال Coordinate و Z Value نو حط لك هنا لأنه هاي الإحداثيات فيها X و Y ما فيها Elevation أو Z Value فمعطيها هون No Coordinate Have Measures اللي هي بتقدر تعمل مجرمينت أو قياسات على هاي الخريطة الموجودة عندك وباقي التفاصيل هون رح نطرق لها بفيديوهات قادمة إن شاء الله اللي بتحكي عن عنظمة الإحداثيات عن متغيرات عن الأنظمة الإحداثيات الموجودة عندنا نيجي هون على Selection اللي هو ثالث سكشن اللي هو لما أنت تحدد شغلة أو تحدد فيتشر من هاي الفيتشرز الموجودين عندك هون بالخريطة رح يتختار هون شو اللون اللي يظهر فيه Selection رح نجيله إن شاء الله برضو في فيديوهات قادمة إن شاء الله بالنسبة لل Display هون تقدر تحكم بشغلة اسمها Transparency أو الشفافية لأ الخريطة لاحظوا هون حط لك القيمة Transparency حط لك 0% مع أن الخريطة ما لها أي شفافية وظاهر بلونها الطبيعي بينما لو زدت ترانسبرانسي إلى 75% مثلاً وعطيته OK أو Apply ستلاحظ أنه اللون خف بنسبة 75% بحيث أنك ممكن تشوف شغلة تحت هاي الليئرين إذا لديك 2 الليئرز بنفس الحجم تعمل واحدة منهم ترانسبرانسي تقدر تشوف التينتين سواء ما أن واحدة منهم صارت شفافة والثانية تحتها بتكون مبينة منها تقدر ترجع ترانسبرانسي الآن 0% وتعمل Apply وتلاحظ الفرق باللون أو الشفافية إنها راحك من Jordan Map أو الليئر اللي يعملها ترانسبرانسي بالنسبة للسيمبولوجي اللي راح نشرح عنها في فيديو هاي اليوم راح نتخص فيها كمان شوي بس نرجع لها بنكمل باقي الفيلدز الموجودات هون نيجع على الفيلدز الموجودة هون لاحظوا أن هذولا كلياتهم الفيلدز الموجودين بالأتريبيوت تابل تاعة Jordan Map بخير نتأكد من Jordan Map بالأتريبيوت تابل تباها نعمل هون Cancel نعمل Open Attribute تابل منلاحظ أن هاي الفيلدز الموجودة بالأتريبيوت تابل هي نفسة العطلي بالفيلدز الموجودة هون باللاير بروبرتيز فأنا من هون بقدر أخفي بعض الفيلدز أو أظهرهم بإني أشيل الصح أو أرجعهم من عندهم بحيث أني ممكن أختصر بعض الداتا إذا أنا مش مهتم بإني أشوفها كل مرة فبأختصر الجدول بصير حجم أصغر وأسهل للشغل معاي نيجع على Definition Query هاي بتعطيك معادلات للسيلكشن راح نشرحها في فيديو قادم إن شاء الله بالنسبة للليبلز اللي هون بتعمل لك تعمل لك عنواني أو ترميز للخريطة من ناحية الأسماء مثلا فإنت ممكن تفعل الليبلينج عن طريق تضع هذا الصح اللي هون لو لابل فيترز إن ذي سلاير بعدين هون تختار على أي أساس أو بأي فيلد يعمل لك لها لابلينج لو أحطي على GovName راح يعطينا الأسماء لكل محافظة ويعمل لها لابلينج بناء على GovName بينما لو اخترت مثلا بي عشرة راح صنف ليها حسب عدد السكان بسنة 2010 لكل محافظة أو أختار أي فيلد من الموجودات هنا دعونا نختار GovName من هنا مبدئيا نعمل أوكي ولاحظوا أنه سأطلي اسم كل محافظة عليها بأنه أعملها الليبلينج وهذه هي بنسميها أنك تعمل الليبلينج تطلع الـ Data من الـ Attribute Table وتعرضها على الـ Special Data المرسومة عندك هنا لأنا عملنا عنوان عن طريق الاسم أقدر أغير من نفس الشاشة اللي كنت فيها قبل شوية أخلي العنوان مثلا عن طريق الـ Population 2010 وعمل له Apply وأطلع على الخريطة كيف تغيرت أنه صار هنا بدل الاسم عرض لي الـ Population 2010 أو أي فلد من الـ Attribute Table يستطيع أن يعمل لك عليه لابيلينج بنفس المبدأ تقدر تغير من هنا تضع مثلا الـ Name تقدر تغير حجم الخط ولونه وأسوده وعريضه ومائل وكل مواصفات الخط من هنا من Change Symbol الموجودة هنا تعمل على Symbol ومن هنا من Symbol تختار كل الميزات تحت الخط اللي بدك إيها بتعدلها مثلا هاي أسود وهذه بنحط مثلا خط يكون لون أصفر نعمل له يكون حجمه 14 ونعطيه OK كامرة OK بلاحظوا أن الليبل انك صار حجمه أكبر وخط عريض ولونه أصفر بحسب الخريطة الموجودة عندك والألوان ونراعي أنه يكون الليبل واضح ومتناسق مع ألوان الخلفية بحيث أن الشخص اليوزر تبع الخريطة يقدر يشوف هاي الأشياء المكتوبة الآن Label This Feature ممكن عشان ألغي الليبل أو أخفي الليبلز عن الخريطة بشيل الصح من هون بعمل له Apply لاحظوا أنه اختفى الليبل كله فإذا لم تظهر معك الليبل بعدما عملت هذه الإعدادات يجب أن تأكد أن الصحة الموجودة عندك جويد عند ريليت والتايم والأشياء الموجودة في فيديوهات قادمة سوف نأتي الآن لموضوعنا الأساسي الذي هو Symboloji لاحظوا أنه لكي نصنف الخريطة لديك مجموعة من تصنيفات أول تصنيف البيدفولت الذي تضعي لك عليه البرنامج أو الذي تكون ببيدفولت موجود عليه وهو تصنيف بي سنجل سيمبول اللي هو رمز واحد لاحظوا أن لون الخريطة الآن لا يوجد أي معنى هو لون فقط لعرض الخريطة وكل الخريطة أو كل الموجودات في Jordan Map عمل لهم بنفس اللون معنى أنه لا يوجد أي فروقات من تصنيف بينما نصل إلى النوع الثاني من التصنيف التصنيف هو By Category لاحظوا أن نجرد أن تكبس على الكاتيجوري سيخرج منها ثلاث أنواع وسيخرج شاشة التي تعتمد لك عملية التصنيف لاحظوا التصنيف الأول عن طريق Unique Values أو القيم الفريدة لاحظوا مثلاً لو أضعنا على الـ Value Field وضعنا الـ Governing أنه نصنف بناء على الـ Governing وعملنا Add All Values سيعطيني أنه اسم كل محافظة أعطاها لون شكل لاحظوا أن كل محافظة أعطاها لون شكل يختلف عن لون محافظة الثانية لا تجدون محافظتين بنفس اللون يعني لو أردنا مثلاً مادبة أو مفرق أو مادبة أو جرش سيجدون اللون كثير قريب من بعض سيجدون أنه ليس نفس الدرجة الموجودة لدينا فهي تصنيف اسمه Unique Values أنه كل واحدة من هذه القيم تأخذ لون مختلف مستحيل تلاقي two values بنفس الـ Color الموجودة لدينا هنا لأن هنا تقدر تعدل Color RAM بالموجودة عندك تختار مجموعة جديدة من الألوان مثلاً هيك مجموعة هاي أو أي مجموعة من الألوان وتعمله Apply أو OK وتلاحظ الإختلاف على الخريطة أنه تلونت بألوان مختلفة ولاحظ هنا عندك على مفتاح الخريطة أعطاك كل واحدة أو كل هون شو يدل على أي محافظة بالضبط هذا التصنيف اسمه Unique Values بنصنف حسب الـ GovName وهذا عادة من استعمل البيانات الإسمية أو nominal data أو qualitative data اللي ما لديها علاقة بالأرقام مثل أنواع التربة مثلاً أو أنواع الصخور الجيولوجية أو أسماء محافظات مثلاً أو أي data ما لديها علاقة بالأرقام بسموه qualitative data أو nominal data ممكن في نوع ثاني من التصنيف ByCategory اللي هو Unique Value Many Fields إنك تصنف على أكثر من مفتاح مثلاً تصنف حسب الـ GovName مع الـ Population 2009 مع الـ Population 2010 هكذا الآن سوف تعملوا Add All Values لاحظوا ما الذي أعطينا الآن نعمل Apply أعطيك أول واحدة له اسم المحافظة عدد سكانها في سنة 2009 عدد سكانها في سنة 2010 هؤلاء كلها تصنيف لها Symbology على أكثر من قيمة أيضاً أعطي كل واحدة له مختلف عام الثاني لا تجد أيضاً أو أعطيك أولاً أو أعطيك أولاً أو أعطيك أولاً هذا بالنسبة للتصنيف ByCategory نستعمل بـ Mainly For Normal Data أو Qualitative Data نأتي للتصنيف الثاني وهو تصنيف عن طريق الـ Quantity لـ Graduated Color و Graduated Symbol و Proportional Symbol و .Density هؤلاء أربع أنواع للتصنيف ByCountity ومن اسمه ByCountity نستعمل الأرقام أو بهمنا هنا الأرقام لاحظوا الآية الشاشة التي تختلفت بـ ByCategory نأتي لأول نوع لـ Graduated Color نضع الـ Value Field لاحظوا أنه هنا اختفى الـ GovName بما أنه اختفى الـ GovName يعني أنه تصنيف ByCountity لا يأخذ البيانات الإسمية بس بيأخذ الـ Fields أو أو الـ Attributes التي تكون لديهم أرقام أو الـ Values فهون لدينا الـ GovCode و لدينا بـ P1 لـ P10 دعنا نصنف حسب P10 وهنا نتأكد أن الـ Normalization محطوطة لدينا لأن الـ Normalization تعملنا أنه تحويل لكل الـ Values من 0 إلى 1 فأنا نتأكد أنه موجودة لدينا هنا الـ Normalization لأن لحظة ما أعطيك الـ ColorRamp اختار الألوان التي تريدها باختيار الألوان من رائع أنه يكون لون واحد نختار ألوان عشوائية مثل هذه الآن سأعطيني ألوان مختلفة ويصبح الشخص بحاجة يرجع إلى الـ Legend لكي يعرف ما هي الألوان بينما اخترت لون واحد مثل الأخضر ستجد أن لون الأخضر بدرجته الخفيفة أو الفاتحة سيكون أقل الأشياء كلما زادت درجة اللون كلما زادت تركيز الـ Attributes الذي نتحدث عنه الآن الـ Value أو الـ Population 2010 لحظة عدد الكلاسي التي يمكن أن تغيره هناك ابتداء من 1 كلاس إنتهام بـ 32 كلاس تصنف من 1 إلى 32 كلاس طبعا الأفضل أن نختار الـ ClassRange يكون بين 5 إلى 7 لأن عين الإنسان الطبيعي تصنف من 5 إلى 7 كلاس ثم يصبح صعب أن يميز الألوان عن بعض ويصبح يرجع إلى الـ Legend ويصبح صعب أن يميز بين الـ Class والثاني بالنسبة لدرجة الألوان فنجعل الـ ClassRange 5 ونقوم بـ Apply لاحظة الآن تصنفت خريطة الأردن صارت كلها بنفس اللون لكن درجات مختلفة لاحظة المناطق أو المحافظات التي يكون اللون فيها خفيف مثل معان والكراكو والطفيلة هؤلاء التي تجدهم هو عدد سكان قليل بينما لو زادت درجة اللون مثل عمان وإربد والزرقاء ستجد أن تركيز السكان عالي فيها فمجرد أن تعرض هذه الخريطة ستعرف أين سكان الأردن توزعوا من ناحية توزيع اللون الموجود عندك هذا التصنيف يسميه ويعملوه عن طريق أو تحتفئة تصنيف تصنيف الآن لاحظة على شغلة بسيطة أنه اللابل أو المحافظات الموجودة عندنا لاحظة أول فئة التي أفتح لون من الألوان الأخضر خمسة وثمانين ألف وستمية إلى مية وستة عشرة ألف وميتين ولاحظة أن هناك فاصلة ومجموعة أصفار حوالي ستة أصفار موجودة عندنا بعد الفاصلة ما أنني أتحدث عن عدد سكان أو عن عدد سكان فمش صحيح أنه يكون فيه فواصل بهذا العدد لو أتحدث عن تركيز مثلا أو تركيز عنصر معين أو قيم تقبل أن يكون فيها فواصل أو نسبة زيادة سكانية أو نسبة كثافة سكانية أو وساحة مثلا أوكي، لابد أن يكون فيه فواصل بينما أنا أتحدث عن فواصل فالفواصل يجب أن يكون عدد صحيح بدون فواصل لكي أغير هذه الفواصل أو أخفيها أخلي البرنامج ما يعرض ليها بحيث أنه لا تعمل لي غلط بالقيم الذي لدي أكبس على كلمة لابل من هنا الموجودة عند شاشة سيمبولوجي وضع تنسيق اللابل لاحظة هنا أن أضع لك Number of Decimal Places وهي منازل العشرية بعد الفواصل وضعها 6 ولكن أغيرها أغيرها 0 و أغيرها و تجد هنا 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 طرق متقدمة للتصنيف مثلا تجد هنا و تجد هنا طريقة التصنيف و تجد هنا كيف تجد هنا لا يمكن أن تجد هنا دخول الانجات مثل ما يريدك و Mango ممكن أن تضع و الإ Goo و من Quing فهي سيستطيع تعمل على فترات متساوية تستطيع تعمل قيمة ويستطيع تعمل على كل مئة ألف تعمل لأني إنتيرفل الجديدة أو تعمل على أي طريقة من الطريقة التالية لكي تفهم هذه الطرق الياتها يجب أن تكون لديك خبرة إحصائية يعتبر ماذا تعرف عن هذه الأشياء لكن هنا تحديث عن تعمل الإنتيرفل والإنتيرفل والمانيوال أو المانيوال لاحظاً، لو تعمل مانيوال هنا أكثر قيمة يمكنك التعدل أي قيمة يحتاج إلىها و تعدل الخمسة الانجات اللي انت حطيتهم خمسة كلاسات موجودة عندك بينما حطيت equal interval لاحظوا قسم لك ايام كل اياتهم خمس كلاسات كل كلاس مساوي الى الآخر لو حطيت بدل equal interval defined interval هون بطلب منك عطيني قديش الانتيرفال اللي بدك ايها بالزبط مثلا حطيت له 250 ألف وعملت له انتر لاحظوا عمل لي تصنيف كل 250 ألف او كل ربع مليون بعمل لي انتيرفال و راح تطلع عدد الكلاسات هون ثابت عشرة ليش؟ لأنه ملتزم بأهل قيمة انه يوصلها فهي كان عندك صار عشرة كلاسات لما حطيتنا الـ defined interval كانت 250 ألف نجرب نحطها مثلا 750 ألف ونعمل انتر لاحظوا عدد الكلاسات تطلع معي أربعة هاي اول الكلاس من 85000 ل750 ألف 750 ألف وواحد لـ 150 لمليون ونص مليون ونص لمليونين وربع مليونين وربع لـ 3 مليون هاي عندنا اطلع أربعة كلاسات فلاحظوا لما نعمل بالdefined interval لازم يتكون عندك الـ interval size مناسبة بحيث انه يطلع معك عدد الكلاسات أيضا مناسب نعمل cancel من هون وهيكي احنا نهينا شرح عن graduated color graduated symbol نفس المبدأ بالضبط لكن هون بدل ما تدرج الألوان بتحط لك تدرج حجم الرموز الموجودة عندك خلينا نختار الـ value P10 برضو طلع هون بدل ما يحط لألوارة يحط له رموز الآن على كل feature أو على كل محافظة وكل رمز يعبر عن حجم أو عدد السكان الموجود فيها أو تركيز الـ attribute الموجود عندنا وأيضا بقدر عمل هون اتحكم بعدد الكلاسات وعملوا apply لاحظوا هون طلع عندي رموز خلينا نخفي مثلا university عشان نشوف شكل أوضح نعمل اوكي نخفي university لاحظوا المحافظات اللي فيها رمز صغير أو دائرة صغيرة بيكون في عدد سكان قليل مقارن مع المحافظات اللي فيها رمز أكبر بيكون في عدد سكان أكثر وهاي الليجن بوجود عندنا هون أو مفتاح الخريطة نرجع لشاشة الـ Symbol لاحظوا الـ color والـ Symbol تقريبا متشابهات من كل شيء بس هون بألوان وهاي بالرموز الـ Proportional Symbol هون انت ممكن تحط لهو الأشكال النسبية نسبة له بعض الـ features الموجودين عندنا خلينا نجرب نحط هنا الـ population 2010 ونعمل له apply أو نعمل له اوكي ولاحظوا هنا التصنيف صار عندنا الـ Proportional يعني هنا نسبة من عدد السكان لاحظوا عمان أخذت أكبر رمز بمأنها أكبر عدد سكان مقارن مع جميع المحافظات لاحظوا هناك محافظات أخذت كثير رموز صغيرة مقارنة مع المحافظة الثانية فكلما ترى الرمز كبير هنا أو الدائرة كبيرة معناه أنه هنا كل Symbol سأعطيك أنه حسب مقارنة مع المحافظات الباقية ليس مثل Graded Symbol اللي برمز لكها حسب فئات أنت محددها من قبل طبعا هذا النوع غير شائع استعماله أو يعني قليل ما يستعملوا أكثر شيء نستعمل لـ Graded Color أو Symbol أو الـ .density اللي رح نحكي عنها الآن الـ .density لاحظوا كيف شاشتها مختلفة عن باقي التصنيفات لاحظوا أن تختار الفيلغ البدنكية خلنا نختار أيضاً Population 2010 اللي رح تكون ناتج عبارة عن خريطة تحتوى مجموعة من النقاط كلما زاد تركيز النقاط في منطقة معينة تعرف إن فيه تركيز للأتريبيوت بهاي المنطقة اللي أنا مختاره الآن هو Population 2010 فعشان هيك لازم نحدد الـ background للخريطة رح ترسم ونحاول أن يكون لون معاكس للون النقاط وهي لون النقاط من عند سيمبل بغيره منهم نعمل double click عليه بغير الكالر مثلاً بخليه لون أسود نعمله أوكي أو لون غامج لان لاحظوا الخلفية تقريباً بلون مغاير للون النقاط رح تطلع عندك الأمور أوضح لان نعمله apply أو أوكي لاحظوا كيف صارت الآن خريطة الأردن موزع على شكل نقاط كل ما زاد تركيز النقاط بما كان معين بعرف أنه في تركيز الأتريبيوت أكثر فلاحظوا معان مثلاً في عدد نقاط قليل مقارنة مع عمان وإربد والزرقاء فهو بعرف أنه في تركيز الأتريبيوت أكثر لاحظوا أنه هنا تركيز الأتريبيوت أو يعني الـ .density جاي أكثر في منطقة إربد ما أنه عدد سكان كبير في مساحة قليلة فهو ما بأخذ عيني الاعتبار المساحة عندما بحكي عن density أو كثافة يعني عدد على مساحة معينة فما طلعت عمان هي أعلى المناطق من ناحية كثافة سكانية فإنما طلعت إربد هي أعلى المناطق من ناحية كثافة سكانية بلأنها مساحة قليلة وفيها عدد سكان كبير الآن هاي التصنيف حسب .density لاحظة هنا على الـ .density تساوي 3000 أو 3000 مواطن أو ممكن أغير .value من هاي الشاشة الموجودة عندي هون مثلاً أرفعها كلما رفعت .value يقل عندي عدد النقاط كلما قللتها يزيد عدد النقاط المرسومة فمثلاً حطت .value 10 ألاف وعملت له لاحظوا أنه قل عدد النقاط المرسومة بس أيضاً ظلت ثابت الأمور أنه إربد أعلى كثافة سكانية يليها عمان ويليها الزرقاء وباقي المحافظات ومعان أقل كثافة سكانية لأنه عدد سكان قليل في مساحة كبيرة هاي التصنيف بالناحية .density وفي عندنا آخر تصنيف التصنيف باي تشارت لاحظوا أن تخيل عندك الآن تتوضح للناس أنه عندك كيف الفرق بين عدد السكان بـ 2001 و 2005 و 2010 صعب تعرض هاي كثير اثاث فيتر على نفس الخريطة فأنت عندما تلجأ للتصنيف باي تشارت أن يرسم لك باي تشارت مثلاً على شكل دائرة المقسم أجزاء نختار الأشياء بنرسمها لـ بابيوليشن 2001 ، بابيوليشن 2005 بابيوليشن 2010 نغير لون كل واحد منهم بابيوليشن 2001 بديها باللون روز نعمل أوكي بابيوليشن 2005 بديها باللون الأصفر بابيوليشن 2010 بديها باللون الأزرق بلو نعمل أوكي لاحظوا ثلاث ألوان مختلفات بابيوليشن 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 كلها تقريباً ثابتة ممكن تقارن بين سنة 2001 و 2010 مع بعض نشطب 2005 نعمل هيك نعمله كم مرة تقريباً لحظوا هنا كيف كان عدد سكان 2001 عدد سكان 2010 طبيعي يكون 2010 أكبر من 2001 هذه التصنيف حسب بابيوليشن يجب أن تكون لك 2 كولومز أو 2 بارز مثل لك العمود الأول اللي هو البابوليشن 2001 مع العمود الثاني البابوليشن 2010 هكذا انت بتعرض 2 أتريبيوتس أو 3 أو 4 أو أكثر من أتريبيوتس أو ممكن لحد 10 أو 20 حسب ما يبين معك مصبوط تعرضهم كلها بتصنيف واحد بخريطة واحدة موجودة عندك هاي التصنيفات كلاتها أو طريقة السيمبولوجي هكذا نكون هنا شرح السيمبولوجي عشان ترجع الخريطة للوضع الطبيعي وممكن ترجع على آخر واحدة أو أول واحدة كنا عليها وهي الفيتشر أو السيمبول ونأمله اوكي ترجع الخريطة للون واحد وهذا اللون أيضا ما له أي معنى ولا له أي دلالة بزيما قبل شوي كانت بالغرادوتيت كالر صار فيها اللون دلالة بس هون ما فيه أي دلالة لهذا اللون هيك نكون هنا شرح فيديو السيمبولوجي وان هنا شرح كل اللاير بروبرتيز الموجودين عندنا ما تنسوا تشتركوا بالقناة لتوصلكم كل الفيديوهات أول بأول وتفعل الإشعارات بحيث أنه يظهر لك إشعار عن موبايل كل ما ننزل فيديو جديد ويعطيك العافية نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله موسيقى شكرا